بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عزيزي طلبة والطالبات طلاب الصف الثالث السيناء وإن شاء الله النواردة وهنكمل درس الفوكاب اللي عندنا في كتاب جاينت العمالقة بالنسبة لستادي فوكاب أو حول الفوكاب للدرس الأول والأسئلة اللي عليها طبعا عندنا كوز وريزن طبعا عارفين أن كوز معناه سبب وريزن معناه سبب ولكن what's the difference between them الفرق ما بينهم كوز ممكن يبقى فعل معناه يسبب كوز يسبب what caused the fire يعني ما سبب الحريق cause of معناه سبب لي بيجوارها اسم خدوا بالكنو كوز بيجمعها حرف الجر of cause of بيجوارها نوين اسم what was the cause يعني ما سبب of the fire ما سبب الحريق cause مفعول to infinitive cause مفعول to infinitive cause مفعول to infinitive بتساوي بالضبط make ولكن make بيجي معها المفعول والمصدر معناه يسبب أو يجعل يبقى cause والمفعول وتو والمصدر ما بتساوي make ولكن make المفعول والمصدر معناه يجعل أو يسبب what caused you to change your mind يعني اللي خلاك تغير رأيك يعني ماذا جعل هنا cause والمفعول وتو والمصدر cause والشيء وfor يسبب برضو بيجوارها نوين اسم for يعني الشيء for whether causes problems for many farmers يعني بيسبب مشكلات for many للكسير منه هنا cause وبعدين الشيء اللي بيسببه وfor وتكملت الجملة reason for معناه سبب لreason بجمع حرف الجرر for يبقى احنا قلنا cause of cause of وreason for reason for الجرب plus ing أو نوين I don't know the reason for coming late I don't know the reason مش عارف سبب ما جيه متأخر reason for reason why معناه سبب لي سبب لي جملة reason why بجوراء sentence جملة I don't know the reason why he كملت طبعا هنا و the reason why he كملت لكن انه the reason for coming for coming great يبقى البرب في انجي أو نوين اخر حاجة معنا reason with يعني reason with دي معناه يحاول اقناع شخص او يتجادل معه يحاول اقناع شخص ان يعمل شيء اسمه reason with reason with again reason with I reasoned with him يعني تجادلت معاه but I couldn't make him change his mind ولكن ما قدرتش يخليه يخير رأيه تعالوا مع بعض نشوف كلا الاسئلة I tried to reason him طبعا هنا tried to reason with him but he couldn't listen انا حاولت اقناعه ولكن ما قدرتش يبقى هنا reason with لي معناه يقنع او يحاول اقناع give me one good space why I should help you طبعا اسمها reason why reason why يعني سبب لي اسمها reason why يعني سبب لي he wouldn't give the reasons for his decisions he wouldn't give the reasons انا مش قادر يدينا اسباب for his decisions طبعا هنا يعني سبب لي قراره فطبعا هنا reason for لاما قلنا reasons بيجي وراها او reason for الناون او الفربي plus ing هنا الناون اللي هو his decision يبقى the reason for his decision يبقى reason for او reason why او reason with مرة تانية reason for reason why او reason was قلنا reason was دي معناه يقنع او يحاول اقناع شخص او يتجدل investigators اللي هم المحققين are still trying to determine بيحاولهم ما زالوا بيحاولهم انهم determine طبعا 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 يصمموا على the space of the accident the طبعا of يبقى the cause of cause اللي بيجي معا of مين cause of i don't really think he had any space to complain i don't really think he had any to complain عشان يشتكي اللي بيجي معا مين to يبقى i don't really think he had any cause to complain يعني سبب انه يشتكي يشتكي طبعا البطالة يعني سبب لي لسبب اللي هو التلوث او مشكلة التلوث اللي هي الامية يبقى هنا كلمة ريزن فور يبقى ريزن فور او ريزن واي او ريزن وز اما cause of او cause to بعد كده عندنا ناخد بالنا ان one of دي من اللي نركز فيها one of ذا بيجي وراء اسم جامع وفعل مفرد اسم جامع وفعل مفرد one of the players was players جامع والفعل بتاعنا was one of the space naughty so the teacher punishing one of the students انا عايز اسم جامع وفعل مفرء students جامع اهي one of the students so the teacher punished وعندنا punished وماضي يبقى الفعل الاول هي بقى ماضي يبقى one of the students punished تمنى ممكن اقول the student هنا students is تنفع لأ ما تنفعش لانه هنا punished ماضي يبقى الفعل الاول هي بقى يبقى واحد منهم كان ناطي يعني شائي والمعلم عقل لكن تنفع هنا ايوه لكن انا عند الفعل اللي بيعود عليه ماضي. عايزة اسم جامع وفعل مفرد من 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 ايوه اه من ينفع لا لانه احنا قلنا فعلها بيبقى مفرد عندنا صيغة اه معروفة ان الايدي او الصفات المنتهية بايدي طبعا شعور شعور بالصفة اما الصفات المنتهية يعني بتسبب الصفة يبقى مقولك يعني خائف بشعور بالخوف اما يعني الشيء نفسه مخيف بيسبب خوف للاخرين يعني مثلا نقول الاسد خيط من الموت يبقى هنا بيشعر بخوف لكن يعني بيخوفنا بيسبب لنا ايه صفات الخوف يبقى عندنا الايدي شعور اما يعني سبب سافة بتسبب الشعور بها انا بشعر بالربكة اثناء الامتحان الموقف ده مربك يعني بيسبب ايه ربكة للاخرين يعني خايفة طبعا هنا هنا بتشعر بالخوف ان الطيارة تصطدم يعني بذل الكاسي او جهود عظيمة كل الناس بتعتقد يعني رائع طبعا هنا انا بصف العمل انه هو يعني بيسبب دهشة للاخرين يبقى هنا بيسبب it was a space experience it was an exciting experience exciting يعني اي انجي او terrifying experience يعني كانت تجربة طبعا هنا terrifying يعني فضيعة فطبعا هنا terrifying لانها هنا بتسبب انها شعر بانها terrifying يعني يعني مزعجة او مخيفة the questions were space because my teacher used my master's words the questions were الاسئلة كانت confusing يعني مربكة لconfuزنج عشان بتسبب الربكة للاخرين i was so space that i slept through the second half of the film i was so excited ولا porn طبعا i was so bored يعني كنت بشعر بالملل جدا لدرجة ان انا نمت في الجزء الثاني من الفيلم هنا فولد لان هنا في لندو شعر بيشعر بالملل برضو نركز في الفعل make و do ناخد بالنا منهم جدا make و do طبعا make و mix و making و made make بنضيف له is بنضيف له is فقط لانه منتابقه في المضارح البسيط في حالة الفرب بلاس ing بنضيف ing الماضي منه made والتصريف الثالث منه made make mix making you made عندنا مك بيجي مع مين بيجي مع make a suggestion يقدم الطراح make a difference يقدم اختلاف make a difference make a decision يتخذ قرار make a mistake make money يعني يكون ثروة make friends يكون صدقات make noise يحدث ضوضة make a promise يقدم وعن make a plan يقدم خطة make arrangements يقوم بعمل ترتيبات طب بالنسبة للفعل بيجي معه do 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 يقوم بعمل أو وظيفة. يعني يقوم بأو يقرس تطلع. بجمعه. يؤدي أداء حسنا. يبزل. يدمر أو يسبب تلف. يقوم بإصلاحات. يقدم خدمة أو يقدم معروف. يعني برضو ممكن نقول مع دو. يعني يقوم برياضة. ممكن نقول برضو يبقى او بيجي معها دو. دو سبورت او دو اكسرسايز. او عندنا يعني يقوم بالغسيل للأطباق. في عندنا دو ذا لندري. يعني يقوم بالغسيل نفسه دو ذا لندري. يبقى عندنا دو. في عندنا دو ذا لندري. يعني يقوم بعمل تطوية دو ذا لندري. يعني يقوم بعمل تطوية دو ذا لندري. طب معاينة كده نشوف الأسئلة عليها. طبعا دو ذا لندري ورق برضو. طبعا داد ول. اسمها دو ول. يبقى داد ول. يبقى داد ول. يبقى داد ول. في عمل يبقى دو. يبقى دو. يبقى دو. يبقى دو لندري. طبعا هنا مك ديسيشن. يعني يتخذ قرار. طبعا هنا طبعا هنا طبعا الماضي. يعني يسبب أو يدمر أشياء كثيرة. طبعا دو ريسيرش. طبعا دو ريسيرش. دو ريسيرش. يعني خوف المريض. طبعا هنا دو أبريشن. ميد دو أبريشن. جعل العملية صعبة. طبعا هنا دو أن أبريشن. دو أن أبريشن. طبعا ميك ولا ميد ولا دو ولا دي. طبعا هنا دد دا أبريشن هار. دد ليه لأنه عندنا هنا خوف المريض. جعل طبعا هنا دد دا أبريشن. جعل العملية أصعب. طبعا هنا دد دا أبريشن. لكن لو قلنا دا بيشن سفير. لو قلنا جينا نستخدمه ممكن نقول داز في المضارع. ولكن هنا فاصل. لأنها دد. مي وإخواتها. طبعا مي وآز هستر. عارفين. إذا ربطت ما بين فاعلين. فالفاعل بيكون للفاعل الأول. يعني الفاعل بيبقى مفرد. فالمفرد عندنا مين هنا؟ مي وآز هار سيستر. طبعا بيجي معا ميك. فما نفعش A وB. يبقى عندنا لسي لدي. نختار المفرد ولا جامع. طبعا نختار صيغة الإفراد اللي هي هاز. لأن عندنا مي. الفاعل بتاعه مفرد. يبقى الفاعل مفرد. لكن لو إحنا بدأنا. مي السيستر. أزويل آز مي. نقول هاف. يبقى أزويل آز. إذا ربطت ما بين فاعلين. فإن الفاعل يتبع الفاعل الأول. بعد كده عندنا الفرق ما بين كلمة ديستي نيشن. يعني وجهة الوصول. ولكيشن موقع. وصايت يعني موقع. ومكان. موقع تصوير. موقع أو موقع تصوير. موقع أو موقع تصوير. يعني الموقع الصحيح. الضبط للسفينة. يبقى هنا. صايت بقى موقع أثري أو بناء أو موقع الإنترنت. ويبسايت ده موقع الإنترنت. موقع أثري. يبقى بنسمي صايت أو بناء صايت. أو سمبل. يعني موقع لمعبدين في أصوان. هنا صايت. يبقى موقع أثري صايت. أو موقع الإنترنت. باردو صايت. لكن لوكيشن موقع أو موقع التصوير نفسه. بوزيشن بقى معنى مكانة. موقع متحرك أو مكان اجتمعي. موقع متحرك أو مكان اجتمعي. أحمد هاد اهاي بوزيشن ان صايت. يعني عنده مكان اجتمعي عالية في المقلمة. هاي بوزيشن يعني مكان اجتمعي. هه قد توصول طبعا لا. موقع موقع. وبيطل على الليك يبقى هنا اللي هي الموقع. يعني في موقع مرتفع. The company is moving to a new space in Cairo. The company is moving وتنتقل to a new position. يعني مكانة جديدة في الكاهرة. طبعا هنا موقع متحرك. Is moving to a new position. لمكانة جديدة في الكاهرة. Egypt has some of the best dive is based in the Mediterranean sea. Egypt has some of the best dive the best dive site. يعني موقع أسري in the Mediterranean في البحر المتوسط. طبعا هنا site. Egypt has some of the best dive positions. positions يعني أماكن in the Mediterranean sea في البحر المتوسط. The restaurants are located in capital sites and the major tourist. طبعا هنا tourist site. يعني موقع أسري. Can you hold this nail. ممكن تمسك هذا النيل اللي هو بهم يعني. أو طبعا كلمة nail ممكن معناها اللي هو طبعا المصمار هنا في الجملة. أو معناه اللي هو الضف اللي بتاع إذنا ده بنسميه pardon nail. Can you hold this nail in space while I hammer it into the door. وأنا بطرقه في الباب. Can you hold this nail in. طبعا هنا إيه. الموقع البتاعه المتحرك اللي هو بنسميه إيه. بنسميه position. In position while. In position يعني في المكان ولا يهمر إن أنا هدق فيه. طبعا هنا الموقع أو المكان. بالنسبة عندنا للكلمات المتربطة. because بتسوي as بتسوي sense معناهم لأن. تلاتة معناهم بسبب. سواء بالنسبة للكلمات الرب. because و as و since معناهم بسبب. أو ببعدهم جملة سبب أصلا يعني. because لأنه بتوضح السبب و as زيها as زيها since. لتوضيح السبب أو معناها بسبب. I didn't come because I was ill. ممكن all since I was ill. أو as I was ill. because of. طبعا بيجو دولة T. سواء because أو as أو since. بيجوارهم جملة فاعل وفاعل. أما because of. و do to. و thanks to. التلاتة. سواء because of. or do to. أو thanks to. برضو زيهم. بمعنهم بسبب. وبيجوارهم الفرب فيه ing أو النور. يعني التلتة بتاعتهم thanks to. thanks to معناها بفضل أو بسبب. thanks to معناها بفضل أو بسبب. thanks to. so we consequently. so I didn't come because of being ill. أو because of my illness. معناها لذلك. و consequently معناها برضو لذلك. أو لذا بعدها جملة نتيجة. لابا عندنا because of. we do to. thanks to بيوضحون السبب. أما so consequently النتيجة. التلتة بتاعتهم برضو. that's why. يعني هنا برضو بيسويهم كلمة. that's why. يعني لذلك. أو لهذا السبب. برضو بتوضح نتيجة. that's why. that's why. أيضا بتوضح إيه. اللي هو. النتيجة. I was ill. I didn't come. I was ill. أنا كنت مرير. consequently. لذلك. I didn't come. يعني لم أأتي. بالنسبة ل. الظو و الظو. الظو و الظو. بالرغم من بعدهم جملة. يجي ورهم جملة. الظو و الظو. طبعا بيوضحهم اللي هو. التناقض. الظو. I was ill. بالرغم إن أنا مرير. I went to school. أنا رحت المدرسة. يبقى عندنا الظو. أو زو. أو. كمان. سواء الظو أو زو. أو. بيجي معاهم. أو بالرغم من. وبيوضحوا لنا التناقض. آآ. بتسوي الظو و الظو. بيسوهم في المعنى. despite. و in spite of. ولكن. despite. و in spite of. بيجي مرغم الفربي في. أو النوم. لكونوا مريض. أو لكوني مريض. I went to school. أو بالرغم إن أنا كنت مريض. I went to school. but. we will. we will. but. we will. however. طبعا بيوضحهم التناقض. ولكن. آآ. طبعا بيجي وراهم sentence. و جملة. I was ill. wellest. I went to school. أنا مريض. بالرغم من ذلك. أنا ذهبت المدرسة. يبقى مرة تانية. التناقض. الظو. بيجي وراهم جملة. بالرغم من. وبيجي في بداية الجملة. أو في النص. ولكن جملة. الجملة الرئيسية. بالرغم من. بيجي وراهم الفرب فيه. أو النون. عندنا زيهم. however. wellest. ولكن. but. however. wellest. بيجي وراهم. جملة. ولكن هنا بيوضحولي. اللي هو. التناقض برضو. ما بين الجملتين. is this. he is 70. he is energetic. بالرغم من. عنده سبعين سنة. ولكنه. انرجيتك. طبعا. قلسوا. إلا إن جاي وراها. سينة تنسي جملة. it was running. هي بتمطر. we didn't go out. هي بتمطر. لذلك. we didn't go out. أو it was running. هي بتمطر. لذلك. لم نخرج. طبعا. we didn't go out. لذلك. لم نخرج. we didn't enjoy the day. لم نستمتع باليوم. the weather was cold. لأن الطقس كان بارد. يبقى because the weather was cold. because. يعني لأن. بيوضح السبب. we didn't enjoy the day. لم نستمتع باليوم. the cold weather. طبعا. هنا because of. بسبب. لأن جاي وراها اسم. because of. بسبب الطقس البارد. طبعا. قلنا because of. بيجي وراها. ناوين. أو اسم. he isn't happy. being rich. he isn't happy. ها. هو مش سعيد. بالرغم إنه هو غني. ولكن عندنا كلمة being. جيب. in spite of. in spite of. لأنه بيجي وراها الاسم. والفلب فيه. he is rich. هو غني. he isn't happy. هو غني. لكنه غير سعيد. وجاي وراها sentence. يبقى هنا. but. he is rich. but. he isn't happy. طبعا. هنا. تنفع. طب. he is rich. he isn't happy. يمفروض إنه قلزوتي مع الجملة الأولى. كمعنى اللي جملة ايه. جملة ايه. الشيء نفسه اللي بنتكلم عنه. بعد كنا عندنا كلمة experience. يعني خبرة. الفرق ما بين experience خبرة. و experience تجربة في الحياة. experience يمر بتجربة ك verb. experience خبرة ولا تجمع. my brother doesn't have much experience. شايفين كلمة much. جيت مع experience. لأن معناه هنا خبرة ولا تجمع. my brother doesn't have much experience for you. يعني ما عندهش خبرة كتيرة للوظيفة. traveling abroad is an amazing experience. يعني تجربة في الحياة. هنا an amazing experience. يبقى كلمة experience لو معناه تجربة فتجمع. experience و experiences يعني تجرب. أما الفرق منها يمر بتجربة اسمها experience. I need to meet new people to experience a new life. عشان أجرب حياة جديدة. I have many different and interesting situations in my work. I have experience. يعني هنا مريد بتجربة. I have experience many. هناك a verb يعني مريد بتجربة. my grandfather is wise جدي حكيم. he has different experience. different experience in life. يعني عنده خبرة كافية بالحياة. I did meet him once and it was an experience I shall never forget. it was an experience يعني تجربة لن أنسى. it was an experience يعني هنا تجربة. بالنسبة للفعل argue في عندنا argue for يعني يجادل من أجل شيء. argue for. في عندنا argue with بيجادل مع شخص معين. argue about بيجادل بشأن موضوع. argue against بيجادل ضد أو يعارض شخص. طبعا argue for. يجادل من أجل شيء. وطبعا عكسة argue for. عكسة argue against. مع وضد. she argued for a more positive rule for women. يعني من أجل ما كانوا أقصر للمرأة. يجادل مع شخص. he argued with the referee مع الحكم through out the game خلال المباراة أو اللعبة. argue about. they were arguing about how to spend the money. بيجادلوا بشأن ايه انفاق المال. طبعا هنا argue about يجادل بشأن. argue against طبعا يجادل ضد أو يعارض. he argues per uh precisely against nationalism ضد القومية. my kids spend more time arguing with me to play the game. طبعا argue with. طبعا مع شخص with. they argued the right to strike. طبعا they argued for the right. يعني ايه حقهم في اللي هي الضربة. اللي هو strike الضرب. my friend always argues. طبعا هنا argue about money. بيجادل بشأن المال with his health. طبعا argue about. يبقى عندنا argue with مع شخص. argue for. من أجل كذا. وهنا argue about يعني من أجل أو بشأن موضوع معين. في عدنا complain to يجاد يشكو الشخص. complain to للشخص نفسه. complain of بيشكو من مرض معين. complain about من شيء معين بيشكو منه. complain that بيجوارة sentence وجملة. مرة تانية complain to بيشكو إلى شخص. complain of بيشكو من مرض. complain about بشأن موضوع معين. complain that يشكو من وبيجوارة sentence. complain to her father. بتشكو الولدها about her brother. من أخوها. she complained of a severe headache. يعني من صداح حاد. he complained about his study. بيشكو من المذكرة. he complained that he didn't study well. يعني نوع مذكر شي كويس. فنشوف كده مع بعض. it was entirely my own idea. so I can hardly complain. طبعا هنا complain يعني يشتكي. she complained bitterly. يعني the lack of help. she received. من قلة اللي هي المساعدة اللي طبعا يعني استلمتها. طبعا complain bitterly about. هنا about يعني بشأن موضوع معين. I am going to complain the manager about this. I am going to complain to the manager. يشكو إلى شخص too. she left early complaining of a headache. طبعا بيشكو من مرض. ايش of. آخر حاجة معنا arrive. في عندنا arrive. reach. وget to. arrive. يصل إلى مكان كبير. arrive. قاتل إلى مكان صغير. reach. بدون حرف جر. بيصل إلى مكان صغير أو كبير. get to. بيصل إلى مكان. بس في صعوبة شوية. arrived in Cairo. القاهرة مدينة كبيرة. arrived at the office early. المكتب مبكرا. طبعا المكتب مكان صغير. reach at Cairo على طول. or he arrived at the office. or he reached at the office على طول. they got they got to Cairo airport. يعني وصل لمتال القاهرة في صعوبة. Egypt is by the final of the african cup of nations in 2017. طبعا هنا يجبت. reach it. يعني وصلت. ما فيش حرف جر. we finally is based at our destination. we finally arrived at. يعني وصل إلى المواحد. قصده. arrived at. the coronavirus victim. the coronavirus victim. the higher virus corona. is in danger. في خطر. as the temperature of his body. had space 40. يعني reached. وصلت. had reached. وصلت لأربعين. the pressure of the work is beginning. إلا وضغط العمل. is beginning to him. is beginning to get to him. يعني يوصل لي. get to. we is based in Cairo. later in Cairo. طبعا هنا in. يبقى. we arrived in Cairo. we arrived in Cairo. later that day. طبعا. arrived in. بالنسبة لي. synonyms and antonyms. يعني الكلمة. we المراضف أو العكس منها. she felt currently unreal. يعني تشعر أنها غير طبيعية. as if she were in the midst of a dream. كأنها في منتصف حلم. the adjective unreal. يعني غير حقيقي. in this situation is antonym. طبعا. antonym يعني عكسها. with. طبعا غير حقيقي. يعني غير. يعني تخيلي. factual. حقيقي. fiction. خيالي. fictional. imaginary. طبعا هنا. unreal. يعني غير حقيقي. يبقى هنا. fictional. يبقى عندنا. the adjective unreal. in this sentence is antonyms. with. طبعا هنا. antonym يعني مقابل. factual. حقيقي. fiction. خيالي. وهنا خيالي طبعا غير حقيقي. يبقى. طبعا يعني معناه نوع خيالي. فالعكس بنا. factual. حقيقي. is based. the synonyms of serious. طبعا هنا synonyms. يعني مرادف. series مرادف. series مرادف. series مرادف هي ايه. طبعا serious good. lovely. friendly. tough. طبعا هنا tough. يعني good برضو. أو حق. طبعا شي good. is based. the antonym of objectivity. objectivity اللي هي موضوعية. طبعا هنا عايز. the antonym. اللي هي العكس منها. equality. bias. التحييز. طبعا هنا موضوعية. fairness. justice. طبعا هنا. اه طبعا. objectivity. عكسة. اللي هو التحييز. طبعا دي الموضوعية. اه. objectivity. يعني نزاهة الحكم طبعا. objectivity. وهنا. bias. يعني اللي هو التحييز. اه. chitted in the test. يعني تغشف الامتحان. by coming from the boy. in front. نسخة من الولد اللي امامها. chitted is a synonym for. طبعا chitted يعني غش. مرادف لي. solve it. حل. supported. promoted. طبعا هنا. tricked. يعني اه. يخدع او يغش. nothing can make up for losing your father. what does make up for mean? طبعا بتعني. اه. compensate. اه طبعا هنا اه. يعني يعود. بتساوي طبعا. compensate. اللي هو يعود. يبقى compensate. اه. بتساوي. make up for. compensate. many of the fans. الكثير من المعجبين. believe that. the omission. اللي هو. اه. حسف يعني. of the team. cost us the match. اه. طبعا هنا. of the team. cost us the match. هيكلفنا المذورة. طبعا هنا. اهمال او حسف. كلمة. omission. here. can be replaced by. ممكن نستبدلها ب. calmness. ولا carelessness. طبعا هنا carelessness. اهمال. او carelessness. لكن العكس منها. carefulness. طبعا اخر جزئة معنا. اسئلة على. الوكاب عموما. وان شاء الله نتناولها في حلقة قادمة. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة.